التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس وأولى القبلتين كما يقول المقدسيون أعيادهم بالنسبة أنها نقمة لأنهم بيجوا بتلاقيهم بقول لك إحنا عنا العيد هلأ عملهم بيحاولوا يخططوا على أنه يأخذوا في المسجد الأقصى الوقت الزماني والمكاني فهذه الأيام هاي يعني إحنا بنعاني منها كثيرا اليونيسكو كمان يعني بما أنها أقرت وأعلنت أنه هذا وقف إسلامي المسجد الأقصى والبراك وكل ما يكون ولكن لا حياتنا من تنادي يعني إخواننا الله يسامحهم في الدول العربية كلهم بصفة غيبين عن الوضع يعني تماما وكأنهم نيام يأتي تصاعد التوتر في القدس بالوقت الذي ازداد فيه أعداد شرطة وجنود الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى المبارك في الأيام الأخيرة بهدف التنكيل بالوافدين إليه وإعاقة وصولهم لأداء شعائرهم الدينية مما اعتبره الفلسطينيون انتهاكان لحريات العبادة وتعد النصارخين على المسجد الأقصى المبارك أنا جيت على الأقصى عادي كل عادي أجي أصلي عسا معي تصريح طبي أنا عسا أول باب رجعوني ثاني باب ثالث باب اللي شفته باب حطه بحكي لي معك تصريح بقول له نعم صحيح بقول له شو تصريحك قلت له معي تصريح طبي للمستشفى قال له شو جاي تسوي هون قلت له معي تصريح طبي وجيت للمستشفى بصلي قال له انت معك تصريح مستشفى بتأخذ هويتك وارجع على المستشفى سياسي ابعاد تكريه خلاص يعني أنا باجي بتغلب خلاص المرة جاي باجيش أنا رح أحاول إن شاء الله تأدخل بإذن الله المرة هاي المرة البعديها شرطي بقول لي وقف قدمته التسريح بقول لي بقول لي التسريح تبعك هذا حكم على الزبط بقول لي التسريح تبعك بنفعشي وأجوا زباط تانيين أعتدوا علي ودفعوني دفعوني على الأرض ودفعوني على سدري دفعوني على سدري ورموني على الأرض اجتمر تصعيد الاحتلال ليصل إلى مصالب باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك الذي اقتحمته شرطة الاحتلال هذا الأسبوع حيث قاموا بتحطيم وتخريب بعض محتوياته ومصادرة جزء آخر منها مما ينذر بتصاعد الأوضاع قبيل الأعياد اليهودية الاعتداء على باب الرحمة هو اعتداء على الأقصى المبارك هذا المكان من أقدس الأماكن بعد مكة وبالتالي نحن نعتقد أنه استمرار الاعتداءات الوحشية على هذا المكان المقدس يهدد هذا المكان وأبعاده المختلفة اثنين هي رسالة لكل إخوتنا في العالم سواء كانوا مسلمون أو مسيحيين يجب أن نهب سوية للدفاع عن هذه المقدسات وخاصة عن الأقصى الذي يتعرض في هذه الفترة بالتحديد لأخطار عديدة ومحدقة رغم هذه الاعتداءات على القدس وسكانها ومسجدها إلا أن لسان حال المقدسيين يقول بأنهم صامدون بوجه هذه الرياح العاتية متشبثون بقدسهم ومسجدهم مهما كلفهم الأمر هذا التوتر الذي تعيشه القدس هذه الفترة تؤاخذ في التصاعد في الأوينة الأخيرة لأن عكس سلبا على سير الحياة الطبيعية فيها في ظل التشديدات والمعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام الوافدين للقدس ومسجدها تحياتي لك سيد نصر أهلا وسلام بكم حياكم الله سمح لي هنا نتحدث دائما عن تصعيد التوتر تصاعد مرات السؤال هل هناك موسم محدد كما نعرف دخلنا في الخريف وتبدأ الآن الأعياد اليهودية ويقال أن هذا من الأكيد أنه يعني بداية التوتر في الحلقات القادمة تكلمنا عن التوتر القائم بمناسبة عودة المدارس والتعليم وكيفية محاصرة هذه المدارس ومحاولة فرض المناهج الإسرائيلية عليها وتهويدها السؤال الآن هل عندكم عندما ترصدون هذه التطورات تربطونها بمواسم معينة كما الأعياد اليهودية قريبا أم أنها حالة مستمرة ولكنها متنوعة في مدى قسوتها نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولجمهور المشاهدين حقيقة هي حرب مستعرة حرب فيها العديد من المعارك التي تتنوى هذه المعارك فمرة موسم أعياد مرة أخرى حكومة جديدة أكثر تطرفا مرة أخرى ابتزاز لدائرة الأوقاف الإسلامية مرة ثالثة أو رابعة حرب على المدينة بتجارها بسكانها فهي معارك متنوعة تقوم بها سلطات الاحتلال طبعا هي تعتمد بالدرجة الأولى أو هي مستمدة من استراتيجية مستمرة طيلة فترة الاحتلال وتعتمد أيضا على الظروف الميدانية التي تعيشها المدينة فمرات نرى سلطات الاحتلال تكثف من أعمالها العدوانية بحق سواء المسجد الأقصى المبارك أو المدينة المقدسة بشكل عام ومرات أخرى نرى أن وطأة الهجمة تخف بعض الشيء لتعطي المقدسيين فرصة لإعادة التهيئة وإعادة رص الصفوف وأخذ النفس ولكن في النهاية هي حرب مستعرة مستمرة طيلة الوقت منذ اليوم الأول لقيام دولة الاحتلال حتى حينما تم تهجير سبعين ألف مقدسي من القسم الغربي في مدينة القدس ازدادت بعد احتلال بقية مدينة القدس القسم الشرقي منها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك ورأينا أطماع الاحتلال حرق الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك مسعى الاحتلال للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك اليوم الاحتلال يدنس المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي كل هذه تمثل استراتيجية مستمرة ولكن كما قلت معاركها متنوعة شاملة لكل مناحي الحياة في المدينة المقدسة نعم لحظنا من خلال التقرير كانت هناك إشارة إلى الاعتداء على باب الرحمة تحطيم وتخريب ومصادرة ومشاهد ذلك هل يشكل باب الرحمة عنوان للاحتفالات التي يستعدون لها أم أنه مكان مستهدف بشكل دائم باب الرحمة مكان مستهدف بشكل دائم باب الرحمة مطمع لدى الاحتلال ليكون ربما موطئ قدم أولى للاحتلال إذا استطاع ليبدأ به سيطرته المكانية على المسجد الأقصى المبارك بحيث يكون هناك مكان محدد لليهود يتم في منع المسلمين من التواجل فيه وتحويله إلى كنيس باب الرحمة هو خاصرة ضعيفة في المسجد الأقصى المبارك وقد وعى ذلك السلطان صلاح الدين الأيوبي حينما أغلقه ولكن اليوم الاحتلال يأتي لأن باب الرحمة يفتح على المقبرة مباشرة ما هو خارج أسوار البلد القديمة بحيث يستطيع اليهود الدخول من باب الرحمة إذا ما فتح ويصبح هذا المكان كنيسا لليهود قريبا من قبة الصخرة التي أيضا يعتبرها اليهود مكانا أكثر قداسة من بقية المسجد الأقصى المبارك فإذا القضية نعم باب الرحمة فيه ما يجعل الاحتلال يطمع أن يسيطر عليه أكثر من غيره ولكن في النهاية أيضا هو يعني كما يقولونها عنصر تفجير في المنطقة فباب الرحمة لقي حساسية شديدة لدى المقدسيين وضع أحد جنود الاحتلال سلسلة حديدية صغيرة مع قفل على البوابة المدخلة إلى باب الرحمة التي لا يتجاوز ارتفاعها أربعين سنتيمتر وحينها انفجرت الأمور ورأينا المقدسيون يقفون في وجه الاحتلال ويرفضون أي تدخل ويفتح باب الرحمة ليعود مصلا يصلي فيه ويأمه المصلون في كل يوم وفي كل صلاة لذلك نعم هو عنصر تفجير أيضا والاحتلال يتخوف من أن يكون هذا الانفجار بسبب باب الرحمة الآن طيب السؤال أنه ليه دائما عندما تكون هناك أعياد لليهود يصبح فيه عدوانية يعني مثلا عادة الأعياد بتم ترتيبها سواء أعياد المسلمين أو المسيحيين أو حتى اليهود يعني بين قوسين في مسألة المكان الذي يحتفلنا فيه لماذا في تقدير حضرتك كل يستحضرون كل هذه القسوة وكأن العيد ليس الاحتفال بمناسبات دينية بقدر ما هو قهر للديانات الأخرى واعتداء عليها نعم هذا يعبر عن العقلية العنصرية التي يتسم بها الاحتلال ولا نقول اليهود حقيقة الاحتلال الذي يمثله أمثال بن يمين نتنياهو اليوم إتمار بنكفير بيتسل إيل سموتريتش وغيرهم هذا الاحتلال اليوم هو يستغل الدين هو يستخدم الدين من أجل مزيد من السيطرة مزيد من المكاسب السياسية ولا أظن ولا أرى ولا يتحدث أي إنسان عن التزام ديني وحرص على الدين لدى هؤلاء أبدا حينما قامت دولة الاحتلال أقامها رجال بعيدون كل البعد عن الدين اليهودي ولكنهم أيضا استغلوا الدين منذ تلك اللحظة لكي يغروا يهود العالم أن أقبلوا إلى أرض الميعاد أرض بلا شعب لشعب بلا أرض أرض فارغة نعيش فيها بأمن وأمان ونقيم الوعد الذي وعدنا فيه الرب بأن يكون لدينا الهيكل وينزل المسيح هذا استغلال للدين من أجل قيام دولة عنصرية تريد أن تقهر شعب وأن تمحوا هذا الشعب لا بل أن تمحوا كل رأي آخر يخالف هذا الرأي ويخالف هذا التوجه لكن اسمح لي سيد ناصر نرى الاحتلال اليوم يستغل الأعياد ليس للفرحة وليس للتقرب إلى الله عز وجل بل للإجرام للتدمير لبث العنف في المكان عن طريق التعدي على المقدسات وليس فقط الإسلامية إنما جرى تعدي على المقدسات المسيحية كذلك جرى تعدي على الشخصيات المسيحية كذلك كما هناك تعدي على الشخصيات الإسلامية في كل وقت وفي كل حين لذلك هذا هو الاحتلال هذه الصورة الحقيقية للاحتلال التي يجب أن يراها كل العالم في هذه الوضوح نعم سيد ناصر لكنك أشرت إلى مسألة مهمة أن هذا الكيان عندما نشأ ربما نشأ على أيدي علمانيين ولكن اليوم هذا التيار الديني نراه مسيطر نراه حتى كل محاولات الاستيطان هي تأتي من هذه المنظمات الدينية وكل الدعم الذي يأتي من أماكن مختلفة تأتي عبر هذه المنظمات واليوم هم يفرضون صوتهم في الكنيسة وفي الحكومة كذلك كيف يمكن أن تميز هنا وأنت كشخص متابع وترأس الهيئة المقدسية لمنهض التهويد وين ممكن ينوضع الخط الفاصل بين الكلام عن الدعاء البعد الديني وبين ما يجري على أرض الواقع يعني عم نشوف أعضاء الحكومة أنفسهم يقودوا ويتسابقوا على قضية الاعتداء على المسجد الأقصى وعلى محاولة إيجاد مكان هنا وهناك هذا التوحد بينهما هل يمكن بعد ذلك كله أن نضع فاصلا بين طرفين اليوم يستغل الدين ليجمع هذه المجموعات المتطرفة وعود إلى الحكومة السابقة أكيد أقول نعود إلى الحكومة السابقة التي كان يرأسها آخر من رئيسها يئير لبيد وهو إنسان عرف عنه أنه علماني غير ملتزم بالدين لا يحترم حرمة السبت كما يقولون ومع ذلك حينما حذرته الأردن وحذرته مصر وحذرته دول عديدة بأن الاقتحامات في شهر رمضان في حينها ستؤدي إلى انفجار الموقف لم يقبل هذا التحذير بل قال أن الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ستستمر فهل كان هذا حرصا أو تدينا أو قربا من الدين من قبل يئير لبيد أبدا إنما هي مصالح تتوافق فيما بينهم واليوم يرى بنيمين نتنياهو والذي لا يعتبره كثير من المحللين متدينا على الرغم من إظهاره أنه قريبا من المتطرفين المتدينين إلا أنه هناك توافق بينه وبينهم فهو فاسد عليه الكثير من التهم التي تعبر تماما عن بعده عن الدين ومع ذلك هو يتحالف مع إيتامار بينغفير وسموتريتش ويبني حكومة حكومة الأساس فيها هو حقدهم على الفلسطينيين والأساس فيها هو أنهم يريدوا أن يبرئون نتنياهو حتى يخرج من هذه التهم لذلك نقول بكل وضوح أنا لا أقتنع أبدا بأن القضية قضية التزام بالدين وحرص على الدين بقدر ما هي مصالح مشتركة يتم من خلالها وفيها استخدام واستغلال الدين من أجل تمرير مصالح سياسية لدى الجميع طيب في المقابل وأنت حضرتك أشرت وكلنا نقرك على ذلك أن المقدسيين بخبرتهم الطويلة من ناحية بأساليب الاحتلال وأيضا بصمودهم واستعدادهم للتضحية وإيمانهم في المقابل يعني يفعلون كل شيء في مواجهة هذه الأحوال التي تتجاوز مفهوم التوتر والتصعيد إلى الاستفزاز وإلى الإيذاء كذلك وأنت كما قدمناك يا رئيس هيئة الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد هل يتم التفاعل تلقائي طبيعي معتاد عليه أم أن هذا يتطلب من وقت لآخر إعادة تنظيم القوى الحية في مواجهة مشاريع التهويد والسيطرة والاحتلال الذي يريد أن يفرض على المقدسيين أنها العاصمة الأبدية اليهودية الخالصة لإسرائيل مدينة القدس تمر في ظروف استثنائية حرص الاحتلال على أن يوصل أهل القدس إليها وهي غياب القيادة الوطنية الواضحة التي تستطيع بداية أن يكون لها رؤية وأن تبني استراتيجية للوصول إلى أهداف في مواجهة سياسات سلطات الاحتلال هذه القيادة بشكل واضح غير موجودة ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه هو يشكل هذه القيادة إنما الشارع المقدسي اليوم أنشأ وهذا الظرف بشكل تلقائي أنشأ قيادة أفقية قيادة شبابية سائرة رافضة لكل ممارسات الاحتلال متوافقة فيما بينها لذلك رأينا مثلا وأعود بك إلى الوراء إلى عام 2017 إلى حادثة البوابات رأينا أهل مدينة القدس بشكل تصاعدي يوما بعد يوم ككرة الثلج يزداد غضبهم يجداد رفضهم لممارسات الاحتلال في موضوع البوابات ويعتصموا أمام باب الأصباط رافضين لوضع البوابات وللدخول إلى المسجد الأقصى المبارك هذا الرأي العام تشكل وبعد ذلك أجبر المجتمع المقدسي على إخراج ممثلين عنه شكلوا هؤلاء الممثلين ما سمي بالمرجعيات الدينية ليقودوا هذا الحراك وليصلوا في النهاية بقيادة هذا الحراك إلى الانتصار وإجبار سلطات الاحتلال على التراجع هذا واقع أوجده المقدسيون اليوم نعيش في نفس الظروف الاحتلال يتمادى في اعتدائه على المسجد الأقصى المبارك ولكن ليس هناك تنظيم معين ليس هناك إدارة معينة ليس هناك شخصيات واضحة تقود المجتمع المقدسي باتجاه عمل رافض لما يمارس الاحتلال مع ذلك نقول أن هناك تعاون واضح مثلا بين الشارع المقدسي ودائرة الأوقاف الإسلامية في حماية المسجد الأقصى المبارك هذه الدائرة التي نرجو منها كذلك مزيدا من التواصل مع الشارع المقدسي مزيدا من العمل على تحريك الشارع المقدسي لتكون منها أيضا كما كانت في السابق المرجعيات الدينية التي استطاعت أن تجبر الاحتلال على التراجع اليوم عندنا معركة باب الرحمة عندنا الاقتحامات وتدنيس المسجد الأقصى المبارك كل هذه ملفات يجب أن يكون هناك تكاتف وأن يكون هناك عمل منظم ولكن نعم القضية اليوم هي متروكة للمبادرات الفردية متروكة لبضع مئات من المرابطين الذين يأتون إلى المسجد الأقصى المبارك ولا يوجد موقف قوي يعني مشترك كذلك الذي كان في عام 2017 ليمنع الاحتلال من مزيد من التمادي وقد وصلنا إلى مرحلة لا يجوز فيها أن يتقدم فيها الاحتلال أكثر من هذا نعم أنتم كهيئة مقدسية معنيون كذلك وطبعا في مجالات مقاومة ومناهضة التهويد بما يجري وما تتعرض له المدارس والمساكن والهوية الفلسطينية أمام انتهاكات مبرمجة وشرسة ما الذي تفعلونه؟ ماذا تمكنتم أن تفعلوا في هذا الإطار؟ موضوع المدارس هو موضوع أو إحدى المعارك التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني بعمومه وعلى أهل مدينة القدس الاحتلال وعى تماما أن المدارس تعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية على السوابت على منظومة الأخلاق على الخطوط الحمر على كل ما يجب أن يورس لأبنائنا من أجل مستقبل واعد يتخلص فيه الشعب الفلسطيني من الاحتلال لذلك نعم رأى الاحتلال أن هذه المدارس يجب أن تدمر بالطريقة التي يراها هو عن طريق طرح منهاج مزور مزيف مشوه يعمل على تشويه الفكر لدى أبنائنا تشويه العقيدة لدى أبنائنا تشويه الهوية لدى أبنائنا لذلك رأينا أن الاحتلال يعمل بهذا الاتجاه ويمنع المقدسين من حقهم الطبيعي في اختيار المواد التي تدرس لأبنائهم كهيئة مقدسية في مدينة القدس نقول أن أهم أعمالنا في هذه القضية يكون في أولا مراقبة ما يقوم فيه الاحتلال تفنيد هذه الأعمال وهذا المسعى من الاحتلال وبعد ذلك وضعه في مكانه الطبيعي من أجل أن يعي شعبنا في مدينة القدس أن يعي هذا الشعب أن قضية الهوية هي من أهم القضايا وليست قضية والله يعني يحصل ابني على وظيفة أفضل ولا مرتب أفضل لا القضية قضية وجود والاحتلال يسعى لأن يمحو هويتنا لكي يمحو وجودنا هو رأى تماما كيف استطاع المقدسيون وهذا يؤرخ كثيرا اليوم الاحتلال يعني قلق جدا من قدرة المقدسيين في الحفاظ على هويتهم في الحفاظ على بقائهم في مدينتهم وأي زائر للمدينة يرى هذا بأم عينه يرى كيف استطاع المقدسيون أن يحافظوا على هذه المدينة بمآذنها ببناياتها بكل ما فيها من معالم وبشعبها كذلك طيب اسمح لي أنت تعرف سيد ناصر أن الأردن في حالة اشتباك يومي مع الجانب الإسرائيلي فيما يخص القدس وكل ما يتخذه من إجراءات والأردن من خلال الوصاية الهاشمية من خلال مجلس الأوقاف من خلال أيضا الاتصال عبر وزارة الخارجية مخاطبة الهيئات المختلفة يمارس هذه المهمة بشكل يومي وأنت في بداية الحديث قلت أو بعض اللي تتكلموا في التقرير أنه هناك غياب للأسف الشديد العربي وإسلامي ودولي والكل ينادي بأنه لا بد من الانتصار للحقوق المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة والمنصوص عليها أيضا في المعاهدات الدولية والحقوق قوانين الحقوق المختلفة إلى أي درجة ترى أن لديكم متسع لمناشدة الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي في كل الأبعاد في انتهاكات من ناحية في حقوق الإنسان من ناحية في كل ما يقتضيه الأمر من وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية بداية حتى لا نظلم حكومة الأردن ولا نظلم الواقع الذي تعيش مدينة القدس نقول كالتالي نعم لا شك أن هناك اشتباك وأن هناك ضغط شديد وأن هناك ترك أو خذلان من قبل العديد من الأنظمة العربية لحكومة الأردن وللقدس ولفلسطين وللمسجد الأقصى المبارك وهذا الواقع نعم هو الذي أوصلنا بالدرجة الأولى إلى الحال الذي نعيشه حالة الضعف وحالة أن الاحتلال يفعل ما يشاء ويضرب بعرض الحائط اتفاقاته سواء مع حكومة الأردن أو حتى القوانين الدولية التي ترى في المسجد الأقصى المبارك ملكا خالصا للمسلمين وحدهم ولكن هذا يعني أولا نقول الجميع مقصر الجميع مقصر سواء أهل القدس دائرة الأوقاف الإسلامية أو حتى حكومة الأردن مقصرون أما بالنسبة للدول العربية التي ترى الأردن وحيدا وترى الأردن يواجه الاحتلال يعني ولا يستطيع أن يقوم بما يمكن القيام به من أجل حماية المقدسات وتترك أنا أرى أن هذا خذلان وهذا لا يجوز الآن هل سنبقى طيلة خمسة وخمسين عاما ويزيد نستجدي ويعني نناشد الأنظمة العربية أن يا جماعة الخير الأقصى في خطر الأقصى ينتهك كرامته تدنى كل ساحاته هذا واقع اليوم خطير جدا نقول حتى لا نبقى في هذه الدوامة ولا نبقى في مرحلة دائما نناشد ولا نسمع إلا شجبا واستنكارا وقلقا ولبما لهجة شديدة هذا كله لم يجدي ولم يوصلنا إلى أهدافنا نقول أن الأولى اليوم أننا وعينا تماما أن في الأقصى رجال يستطيعوا أن يحموه ولكن على دائرة الأوقاف الإسلامية أن تتعاون مع هؤلاء الرجال وأن تجعل الخط مفتوحا مع كل المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وكل القيادات الشعبية الموجودة سواء في مدينة القدس أو في كل فلسطين من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك فحماية المسجد الأقصى المبارك صحيح هي واجب على الجميع وهي أيضا مصلحة للجميع يعني لن يكون الأردن يعني سعيدا حينما ينتهك المسجد الأقصى المبارك وتذنى ساحاته ولن يكون ابناء الشعب الفلسطيني سعداء كذلك في هذه الحالة هذا التعاون من مصلحة الجميع ويجب أن يوثق بشكل أكبر أما أن نظل يعني ننتظر ردود على الاستجداء وعلى طلب النجدة من الشعوب من الشعوب يعني تتمنى ولكن من الأظمة العربية أنا أرى أنه أنا الأوان أن نعي تماما أن القطار قد فات هذه الأنظمة نعم نحن قلنا بالسابق أن كل شيء مبني على صمود المقدسيين إيمانهم بقضيتهم ولا بد هنا من نظر إلى مسائل لا تؤخذها كذا تعرف أن جلالة الملك عبد الله ثاني بن حسين الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية قال أن القدس خط أحمر والمسجد الأقصى خط أحمر ولولا هذه الحسابات عند الدقيقة عند الجانب الإسرائيلي لفعلوا كل ما أرادوا أن يفعلوا منذ فترة طويلة لكن مرة أخرى نحن منحي صمودكم منحي وعيكم في كيفية التعامل مع هذه القضية المعقدة أكرر شكري لك أخي ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية للملاحظة التهويد كنت معنا عند القدس شكرا جزيلا لك ومشاهدية الأعزاء إلى فاصل قصير أهلا بكم من جديد مشاهدية الأعزاء مبادرة كنا وما زلنا مبادرة خلاقة لحماية وإعادة صياغة الرواية الفلسطينية عن التهجير والطرد منذ عام 1948 سنلقي الضوء على هذه المبادرة بانخلال الحديث إلى السيد طارق البكري خبير توثيق التاريخ الشفوي الفلسطيني ولكن بعد هذا التقريب أخذ منحة مختلف بعد قصة معينة من إحدى القرى المهجرة في مدينة القدس المشروع هذا هو ضمان مشروع أرشيفات من القدس اللي يدفها بالأساس توثق قصص العائلات وقصص الأماكن بالقدس وللحفاظ على التاريخ الشفوي اللي بنحكاش بالأساس هو تأرشيف مجتمع اللي بيهتم كمان أنه يوثق قصص الناس اللي هي ما حدا بعرف عنها اللي هي مش كمان عائلات مقدسية غنية اللي قدرت تأخذ الحيز اللي تحكي عن تحت توصل لمحلات كبيرة والناس يبدوا يحكوا عنها فبالأساس منوثق هذول القصص وكمان نهدف أن نوثق تاريخ الأشخاص اللي هم اليوم فلسطينيين اللي كبار بالسن اللي عندهم قرر التاريخ اللي هو كثير كبير اللي قرروا يقدموا للبلاد كثير كمان واللي مش جد بيحكوا عن حالهم كثير أو بيشاركونها بأساسهم الشخصية يعني على سبيل المثال في بيت ضار الجمل بالقدس ضار شوك للجمل ضل بيته في القدس سنة 1922 وفكر أني أنا راح أضم لي ساكن هون طبعاً خزائن هي بتهدف لتوثيق حكاية الناس فطبعاً مثل ما أنتم شايفين اليوم خزائن هاي الأمسية هي أمسية من أمسيات عديدة بتعملها خزائن ضمن مشروع أرشيفات من القدس الممول من مؤسسة التعاون ضمن جائزة المرحوم رغب الكلوتي طبعاً طارق البكري اليوم بيحكي لنا عن قصص بوثق قصص لبيوت وعائلات من المدينة القدس موضوع الشتات عنا وموضوع اللجوء هو إشي مركزي يعني إذا اليوم عدد الفلسطينيين في العالم 14 مليون إحنا أكتر من نص نلاجئين بعرف عن مشروع طارق البكري من زمان يعني طارق له حضور على السوشيال ميديا كتير كبير والشغل بشتغله كتير مهم لأنه هو ببحث عن الرواية الفلسطينية من خلال أصحابها وأهلها ومن خلال البحث في كيف منربط الصورة مع الرواية رواية الناس يعني فأنا الحقيقة من جاي لحالي أنا جاي مع أولادي عندي ولدين شباب 13-14 سنة وبالنسبة إلي مهم إنهم يكونوا موجودين في هيك محاضرات عشان المصادر اللي بنتعلم عن تاريخ بلادنا كتير كتير محدودة ومنظومة التعليم ما بتوفر هذا الإشي فأنا بالنسبة إلي هاد فرصة كتير مهمة عشان يسمعوا عن القدس عن تاريخها عن أملاك الناس عن النكبة وعن شو صار في الفلسطينيين يعني شو صار فينا عدف خزائن ككل هو إنه تخلق هاي البيئة إنه تشجع الناس إنه تبني أرشيف مجتمعي اللي بقدر بالتاريخ يحافظ عليه ويثبت مش يثبت روايته بالأساس إنه روايتنا اللي من آمن فيها ومش بحاجة إنه نثبتها لحدا بس نوثق هاي الرواية عشان الأجيال القادمة يعني تارف هاي الإصصوت شركة الخبير في التوثيق تاريخ الشفوي الفلسطيني سيد طارق البكري تحية لك سيد طارق مساء الخير من القدس أنت خريج إحدى الجامعات الأردنية وليس كذلك؟ صحيح صحيح أنا خريج جامعة عمان الأهلية درست في الأردن وأقمت فيها أكثر من خمس سنوات طيب طبعا درست موضوع الهندسة ولكن انتقلت إلى موضوع التوثيق بشكل مختلف يعني هذا السؤال أنت بعد عودتك إلى القدس بدأت في مبادرة تحت هذا العنوان كنا وما زلنا ولا أعرف ما هي الصلة بين هذه المبادرة ومبادرة خزائن فلسطين اللي هو يعني أكثر من اسم أم أن هناك تعاون أم أنك تتعاون في هذا الإطار وهنا نتحدث أن الغاية الرئيسية هي توثيق الحالة الفلسطينية قبل وبعد النكبة وربما إلى الآن نسمع من حضرتك عن هذه المبادرة بالفعل بشكل عام هناك العديد من المؤسسات والمبادرات اللي بتشتغل على موضوع التوثيق خزائن هي إحدى المؤسسات الموجودة في مدينة القدس اللي بتعمل على توثيق المجتمعي في مدينة القدس مبادرة كنا وما زلنا هي مبادرة انطلقت قبل حوالي 10 أو 11 سنة من فلسطين وكانت موجهة للشتات بالدرجة الأولى مبادرة كنا وما زلنا تعتمد على التوثيق البصري على توثيق الروايس الفلسطينية من ألسن الفلسطينيين أنفسهم بدأت عن طريق التوثيق الفوتوغرافي وثم انتقلت إلى التوثيق البصري بشكل عام أكثر عن طريق قصص العودة والفلسطينيين والتاريخ والأرشفات الفلسطينية من العائلات في شتى أماكن فلسطين تمام لكن السؤال هنا أن هذه العملية ليست سهلة بطبيعة الحال وخاصة عندما نتكلم عن التاريخ الشفوي ولابد أن يكون تبقى من أجيال 48 من هو واعي لما جرى لكي يحدثكم بليس فقط عن النكبة ولكن عن طبيعة الحياة التي كانت سائدة هل وجدتم صعوبة في هذا أم أن هذا التدفق موجود من حولكم ولديكم ما يكفي من الروايات فيما يخص مناطق مختلفة من فلسطين ونحن نعرف أن المجتمعات الفلسطينية مختلفة من مكان إلى آخر ترى المدينة وترى الريف وترى البادية وترى كل المكونات الاجتماعية التي يمكن أن نجدها في بلد عربي مثلا مثل الأردن يعني بداية كان التوجه للأشخاص الذين عاصروا النكبة والذين عايشوا أحداث معينة قبل عام 48 اليوم إذا إحنا بدنا نيجي نتطلع الأشخاص اللي ذاكرتهم قوية واللي عايشوا هذه الفترة يمكن هم 5% من مجموع الفلسطينيين بعد 5 أو 6 سنوات راح يقلل عدد 3% وبعد سنوات عديدة يعني الله يطول بأعمار الجميع إحنا راح نفقد كثير جزء من هاي الذاكرة الشفوية والمحكية فعشان هيك إحنا في صراع مع الوقت لتوثيق ما يمكن توثيقه من هذه الفئات العمرية الكبيرة بالعمر ولكن كمان إحنا منشوف أنه فيه اللي هو الجيل الثاني والجيل الثالث اللي نقل كل هاي الرواية عن جده وعن جدته فبمرحلة معينة كان فيه صعوبة ولكن ليس يعني مش بالشكل الكبير وطبعا تختلف المناطق يعني كان فيه توثيق في مخيمات الشتات في لبنان وفي الأردن وفي مناطق أخرى وكمان فيه توثيق داخل فلسطين وما بدنا ننسى أنه مواقع التواصل الاجتماعي عم بتساعد جدا في موضوع تسهيل التوثيق ونقل الرواية وهذا اللي يعني من خلال مبادرة كنا وما زلنا وثقنا مئات القصص لعائلات فلسطينية هجرت وموجودة في الشتات وحتى عائلات موجودة داخل حدود فلسطين التاريخية ولكن بالفعل إحنا بصراع مع الوقت بالنسبة لهذا الموضوع طيب هون خلينا نفترض أن هناك طريقة للحوار أو للسؤال والجواب يعني في شخص لسه متذكر حرب الثمانية واربعين ما هي الأسئلة التي توجهها إلي ما هي الأجوبة التي تعتبرونها مفيدة أو غير مفيدة لعملية الأرشيف الشفاوي يعني بداية في أسئلة محددة بتكون لكل شخص تتعلق بالمراحل الزمنية على سبيل المثال إحنا كان في حدا فلسطيني موجود سواء في الداخل أو في الشتات بناء على عمره والأحداث التي تذكرها نمشي على فقرات أو مراحل معينة على سبيل المثال مثلا حدا تهجر إلى لبنان ممكن أن نسأل عن طبيعة الحياة في فلسطين قبل الثمانية واربعين إذا بتذكر أحداث التهجير نفسه خلال النكبة وما بعد ذلك يعني حتى كمان في مراحل معينة اللي هي بحياة الفلسطيني اللي بدأت بالشتات بعد النكبة ولكن كمان أي تفصيل صغير بيتعلق بالحياة داخل فلسطين كمان جدا مهم لأنه إحنا كمان عم تضحط إنت الرواية الصهيونية اللي بتدعي إنه إحنا إجينا على يعني هي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض فلما لاجئ فلسطيني يرسللنا صورة قديمة قبل الثمانية واربعين لبيته أو عقاره في فلسطين في يافا أو في غربي القدس في حي الطالبية أو البقعة أو في مكان آخر وإحنا نروح نتوجه نشوف أين تم التقاط هذه الصورة قبل الثمانية واربعين ونقارنها من نفس المكان ونرجع نكتب ونصيغ الرواية الفلسطينية بلساننا نحن ومش كيف الاحتلال بده يفرض هذه الرواية طيب خلينا نشوف إحنا دائما نعرف إنه العائلات بكون عندها ألبومات صور للأجداد وللوثائق أحيانا هل يعني كانت في مبادرة من عائلات معينة شجعت على مبادرة من هذا النوع هل أنتم تذهبون أو تسألون العائلات ممن لديهم ما يمكن أن يشكل أرشيفا بصريا ويعزز الرواية التي تعملون من أجلها يعني صدقا بشكل مؤسساتي في عدة مؤسسات اشتغلت بشكل عام على هذا الموضوع زي المتحف الفلسطيني اللي قدر إنه يجمع مئات الألاف من الوثائق والصور وكمان بالنسبة لأرشيف خزائن يتمكنوا إنهم يجمعوا مجموعة معينة من الصور والوثائق اللي بتساعد في التوثيق إحنا اللي بنقوم فيه بكلنا ومازلنا إنه إحنا بنربط مواقع التواصل اجتماعي والتوثيق البصري بتكنولوجي مع هاي الرواية على سبيل المثال ممكن جدا إنه من صورة قديمة إنه إحنا نضحط رواية بتتعلق بعقار معين على سبيل المثال قبل الفترة كان فيه منزل في حي المصرارة وهو صار أصبح مؤسسة يعني بتدخل على موقع الإلكتروني للمؤسسة فهو بيحكي لك بيدعي إنه هذا البيت عطاك تاريخ مزيف لإله فمن خلال الصور ومن خلال الوثائق ومن خلال الوثائق التي تملكها العائلات الفلسطينية أو حتى صورة قديمة بالية ممكن تكون بأرشيف العائلة إحنا بنضحط هاي الرواية ومنثبت الرواية بشكل مخفف وهل هذا ممكن شكل مدخل استعادة يعني حد يستعيد شيء كان يملكه من خلال إظهار وثائق من هذا النوع هل حدث مثلا ولو بشكل شوف دكتور وصف يعني بشكل عام إحنا بنعرف دولة الاحتلال هي فوق القانون يعني وهي سند قوانين اللي بتسيطر على أملاك الفلسطينيين أهم هل هو قانون أملاك الغائبين اللي سنن سنة 1950 واللي من خلاله تمت السيطرة على ملايين الدنومات وأكتر من سبعين ألف عقار تملكوا عائلات فلسطينية يعني اليوم في ناس تتساءل بتحكي لك أنا مثلا عندي طابه بيتي أو أرضي في منطقة معينة قضاء الرملة أو قضاء حيفا ولكن انت بهاي القوانين الاحتلال يعتبر الفلسطيني اللي كان موجود بين قرار التقسيم بال47 لسنة الخمسين وما أثبت وجوده بفلسطين وذهب وهجر إلى أحد الدول العربية المحيطة بفلسطين يعتبر غائب بالقانون الإسرائيلي وحتى كمان الفلسطيني اللي بسكن داخل فلسطين المحتلة 48 لأنه 35% من فلسطينية 48 هم كمان مهجرين فسنوا لهم قانون مختلف اللي هو اسمه قانون الحاضر الغائب فالاحتلال لسن كل هاي القوانين عساس السيطرة على أملاك الفلسطينيين ولكن الهدف من هذا التوثيق أنه في حق والواحد لازم يظلوا متمسك بهذا الحق وبهذا الوعي طيب هل تخدموا أهداف أخرى أخي طارق هل تخدموا مثلا أهداف أخرى غير التوثيق يعني مثلا لما يكون فيه وثائق تدل على عائلات مائلها ورثة مثلا هل هذا يعني يمكن أن يشكل فائدة في سجلات أخرى هون لازم يعني نذكر مشروع عمل قبل حوالي ثلاث سنوات اللي هو بيتعلق بلجنة التوثيق اللي كانت منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بدأت بالعمل سنة 1952 على جمع الوثائق اللي تتعلق باللاجئين الفلسطينيين فهي اللجنة التوفيق من سنة 1952 لسنة 1966 جمعت وثائق أكتر من 520 ألف وثيقة اللي هي ملكية أراضي لفلسطينيين اللي هي أكتر من 5.5 مليون دونهم اليوم مع وجود التكنولوجيا ساعدت أن هالناس تقدر أنها تتعرف على أرضها وعلى ملكيتها طبعا هاي الملكيات اللي هي تم جمعها من الطابو العثماني ومن الانتداب البريطاني سواء من سجلات الضرائب أو من وثائق أخرى واليوم هي أصبحت متاحة لأنه الناس تدخل وتشوف إيش أملاكها الموجودة بفلسطين هذا أعتقد مشروع يشتغلت عليه مؤسسة ياسر عرفات قبل قد سنوات هل أصرنا ذكرنا أخي طارق؟ أخير هذا قلياته بساعد نعم أخذ ذكرنا أكثر من جهة الآن قلت مؤسسة ياسر عرفات نتكلم عن مثلا أرشيف خزائن فلسطين نتكلم كذلك عن إنقاذ التراث المتحف الفلسطين كل هذول هل في النهاية ممكن وضع إطار يشمل كل ما لديها من مجهودات لمخرج واحد؟ يعني دكتور وصفي أنا اسمي جرير دكتور وصفي دكتور وصفي هو المشرف على هذا البرنامج وبوجه لك التحية أنا بنقول لك إياها أنا اسمي جرير الله يسعدك وخليك الله يسعدك يعني اليهودي اللي كانوا موجودين في الأندلس أيام وجودة المسلمين قبل أكثر من 500 سنة اليوم اليهودي من السفرديم اللي بيجي بثبت إنه هو يهودي من السفرديم اللي كانوا موجودين في الأندلس قبل 500 سنة عم باخد جنسية إسبانية إحنا كفلسطينيين يعني موضوعنا ما صرلوش 75 سنة فأعتقد أنه مهم جدا يظل هذا الوعي مستمر وعفكرة هو مهم للناس الموجودين خارج فلسطين والناس الموجودين جوه فلسطين لأنه الاحتلال بشكل يومي عم بيشتغل على التهويد وعلى أسرلت المناطق الفلسطينية فلازم تمشي هاي موضوع به شقين الخارج والداخل وهذا ما نقول دائما أنه حرب الجذور وبدون أدنى شك أن ما تفعلونه له أهمية كبيرة وطلعا معكم آخرون كلهم يعززون الحق الفلسطيني منذ أن كانت فلسطين إلى يوم من هذا أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد طارق البكري الخبير في توثيق التاريخ الشفو الفلسطيني كنت معنا أيضا من القدس وبارك الله فيك مشاهدي الأعزاء بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عيننا على القدس شكرا جزيلا